موانديال القطار هو اول موانديال في التاريخ من التاريخ التي س marcoud萎دج والشتاء وهو اول موانديال في التاريخ عربال في دولة عربية و يوم عبر آه الأنسى واحده فاصيلة이어 رجوع من مليون سائح في مدة 28 يم واحده فاصيلةchuss مليون سائح في مدة 28 يم خيال العلمي السكينة كاملة قطار بالأجنب سائح 1.8 مليون وسذهب اسح لنصفسنة دولة في مدة 28 يم ويخصون فين يقلسون ويخصون فين ناسو ويخصون ما يأكلون ويخصون فين يأكلون ويخصون ما يتنقلون يعني هناك لوجيست كبيرة أهم شيء بأمنه أمان حتى هذا امتحان امتحان كبير للمستقبل السياحي في القطار لا يزال هناك أناس لا يقبلون فكرة أن تستضيف دولة عربية وإسلامية بطولة مثل بطولة كأس العالم شن هؤلاء الأفراد بما في ذلك العديد ممن هم في مناصب نفوذ هجمات بوتيلة لم يسبق لها مثيل عندما استضافت دول أخرى حدثا رياضيا ضخما في قارات مختلفة على الرغم من حقيقة أن لكل دولة مشاكلها وتحدياتها الخاصة وتيقوا بيا فاش كنقول لكم واحد فصيلة جوشة المليون رالخيال العلمي رالخيال العلمي البارح كان نهاي دي الكأس الأفريقية هنا في كازابلانك الكل يتسابق من أجل هذه التذكرة أن تكون من ضمن المحظوذين من الخمسة واربعين وكان كتر من ستالاف تسمعوا معايا مزيان ستالاف بوليسين اللي موبيليزي والاختامين باش يصهروا على الأمن ويصهروا على البانديغ والمانديل هاد الحادث موسيقى 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 و هناك نظروا على فنال والذي تجمع بالوداد والأهلي قلت معي لديك 28 يوم و كيف لم تتعرف قطر دولة خليجية و جاءت في الشرق الأوسط فوق منها كان البحرين كان السعودية و كان الإمارات و خصوصا فوق منها كان إيران و مني كنتم نظروا على إيران كنتم نظروا على التهديد و كنتم نظروا على عدم الاستقرار في المنطقة و كنتم نظروا على أخطر دولة كان في المنطقة و كيف لم تتعرفوا و من يسلحوا و من يختار عن حزب الله الحوتيين هذي شهرين يالله شهرين الإخوان بقطرية يدروا هجومات بصواريخ باليستية و ضربوا بهم وسط السعودية وضربوا بهم منشآت ديل الشركة الضخمة السعودية البيترول أرامكو وفي 24 يناير 2022 سيفطوا عوتاني صوارخ باليستية وضربوا بهم وسط دبي ووسط أبوضابي وكانوا غير سما نقبل ديروا هجومات خارئين اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية الشقيقة تهديد لأمن دولنا والمنطقة بأكملها وإنها اختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن يعني ذلك المنطقة تخونة وإيران من وضفة تنشيط ومن وضفة الروين وهذا أكبر حدث رياضي في العالم الإخوان الكوب دومون ستكون في الجنوب الإيراني وبعيد عليهم غير 650 كيلو معد يعني قريبة منهم قدروا يديروا فيهم ببغا جوتال بين الدول بين قطر وبين إيران كيفرق بيناتهم لغولف بيرسيك خليج الفاريس وهذه الله تلتيام الإخوان تلتيام بقاطرية ماذا ترى؟ كانوا واحد جوج ناقيلات البترو اليونانية هذين من البحر من إيران وقلعوا معي إيران لأنهم قدروا موضع إلى يومين هذا منوض الروينة ومنوض السعر بين أوروبا والاتحاد الأوروبي والغرب وإيران قدروا ذلك من القراسين بحل البحرات كرايف وقفوا بليليكوبتيرات وبالبطوات الحرب وهجموا واستولوا على ذلك جوج ناقلة البترول اليونانية وخداوهم لهم من الأخرى أعلن الحرس التبري الإيراني أن القوات البحرية الإيرانية احتجزت ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج بسبب عدم امتثالهم للتعليمات ولقوانين الملاحة البحرية حاملة نفط يونانيتان تبحران عبر مياه الخليج العربي تتعرضان لإنزال عسكري من مروحيات تابعة للحرس الثوري بهدف تغيير مسارهما بالقوة نحو السواحل الإيرانية هجوم مسلح جوا وبحرا على سفن تجارية وفي المياه الدولية هي ببساطة قرصنة كاملة الأركان وفي وضح النهار تقول الحكومة اليونانية وكان هدروا على مليون فاصيلة جوج دي الباشار اللي غادي تجي تما ومنهم أهم وأكبر الععاب في العالم ومنهم أهم وأكبر شخصيات في العالم ومنهم أهم وأكبر سياسيين في العالم الناس اللي تفرجوا في الفينال دي الريال ريال مادريد مع ليفربول كالمالك فليب السادس براسو قال وسط تيرانك يتفرج في الفرقة ديالو سيتشوفوا السياسيين ومولوك ورؤساء يدعموا القاطر ويدعموا ويتفرجوا الفرق ديالو وهذه غير ريال مادريد لا أكبر رياضي يدوز كل مرة في ربع سنين سيتلعب في قاطر ويعني أن أهم عنصر لكي تدوز كوب دي موند وكي تسمى بأن كوب دي موند كانت ناجحة هو العنصر الأمني لأن كل الأمن لا تنطع روينة لأن رنادة روينة هي التي تقدر تقومي وتريب الصورة القاطر هنا الكثير من الناس سيبدأ يقول لك رتل جانب اللوجيستيكي مهم مهم كيف لا أعرف القاطرين لديهم خبرة كبيرة وممال باريس الجرمان وممال بين سبور ينف جيد في كورة القادم لديهم خبرة كبيرة وممال لديهم كثير غير لكي تبنى تيرانات قاطر أضع أكبر وأضخم شركة أجنبية التي تقدروا تصوره كنين في العالم لكي تبني تيرانات التي يقولون فيهم الأكليم والخيال العلمي وكل يقلص في بلاسته ودغيك عمر ودغيك إخوة تيران وذلك ما لم نعمر في حياتنا بنات قاطر ومن الشركة الأجنبية التي تعطيت اليوم يوجد أكبر شركات فرنسية اللبنية بويك وفينشي بناولهم الطرقان الزوتوروت بنوهم على كوب دي مون بنو الماتر والإخوان الماتر وتحت الأرض بنوهم بنو الماتر سيستقبلون الناس بنو المسطاة للخيال العلمي يعني يخسروا بالساف على كوب دي مون وهي أكبر رهان عندهم الأهل وأنظمة التبريد المبتكرة في الملاعب وأماكن التدريب ومناطق المتفرجين والمشجعين ما سيساهم في خفض الحرارة لتصل إلى 26 درجة مئوية يعني العنصر اللوجيستيكي مهم متافق معكم ولكن العنصر الأمني أهم الإخوان حانتي لمشا تتفرق عشوه في شي سطاد وخصطات فيه لكنين مغيبقى صالح لوالو كيف ما شفتوا عيطوا الأكبر شركة أجنبية باش يبنيوا لهم هذا الشيء اللوجيستيكي وفي العنصر الأمني قلعوا معايا لما نعيضهم تكون في نظركم البلاد التي تعتبر من أقوى البلدان أمنيين وفي المخابرات هم الأقوى المخابرات في العالم أيها الإخوان المملكة المغربية الشريفة زيارة رسمية السي عبدالطيف الحموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني والأمن الوطني شخصيا الإخوان برجله القطر وتم دار واحد جوج زيارات بالعسمة القطرية الدوحة استقبل شيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطرية أول أمس استقبل عبدالطيف حموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المغربي كما اجتمع عبدالطيف حموشي مع اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام بقطر دار زيارة لمركز القيادة لمواجهات الهجومات الإلكترونية ودار زيارة ثانية الغرفة العمليات المكلفة بتدبير شؤون دي الكأس العالم عدوهما اللي يسيروا كأس العالم كامل وعي طول الساعة بالطيف الحموشي دخل عندهم وطلقه بمسؤولي كبار منه من الوزراء ومنه من المقربين دي العائلة الحاكمة وهو أول شخص سمعوا معايا مزيانة القضية غدي تبرزتكم وخصت رجعنا فأخورين بالأمن الوطني المغريب هو أول شخص أجنابي غير قطاري الذي يدخل لها الجوج مراكيز سمعته مزيان أول شخص أجنابي ليس قطاري الذي يدخلوه ورهوه أسرارهم في وسط المراكيز وخذوه النصائح يعني الأمن الداخلي دي القطار صارت زباب الفلوس على طول أكبر شركات بين الدين والمدرسة الأمنية المغربية وهذه الأخوان كبورش للحم وخصوا يجعلنا فخورين وهزين الراس وفرحانين بالجهاز الأمني الذي عندنا وسط البلاد وبأولاد بلادنا الذين يخدمون في الجهاز الأمني أكبر حدث في العالم رياضي الذي يترى كل 4 سنين والذي يأتي لأكبر مشاهر العالم سيكون بين الدين المدرسة الأمنية المغربية يا إخوان أنا شخصيا إذا قطرت القطار ودخلت لشي تيران وكنتفرج في شي ماتش وعارف فوق مني كنا إيران قريبة وعارف بأن وأن المخابرات وأن الأمن الوطني المغريبي والذي يكلف ذلك سيكون مرتاح وعارف أن يشد الحوتين قبل من يضربه ثانيا المغرب يوجد ميساج قوي ويوجد رسالة للعالم بأن الأمن الوطني المغريبي من أقوى وحدين في العالم وأن دول الكبار يستسرون مع رجال الأمن المغاربة ونحن سنكون فخورين ونحن سنرفعهم لهم القباعة وإن شاء الله هذه غير البداية ومثال الشباب سيأتي ويأخذوا ويزيدوا ويطلعوا النبو ويزيدوا ويطلعوا البارة وهذه غير البداية بإذن الله كيف يبدأ لكم الأخوان في هذه الزيارة؟ حموشي في المنديال TST هي اللي ستصهر على الأمن المنديال يستعصروا معنا لكي يصيروا المنديال كيف يبدأ لكم الأخوان كنت تمنى أن المنديال يأتي لنا المغريب لا أعرف ما سيطرع فيه هذا لدينا المنديال لدينا المنديال لدينا المنديال لدينا الكثير من المنديال كبار الإخوان لا يتراتي شيئا الحمد لله وجميع الناس الذين يصهروا على الأمن التراب الوطني المغريبي سنحييهم سنحترمهم سنقدرهم لدينا ستكون روينا في البلاد أتمنى أن تكون أعجبتكم الفيديو أتمنى أن تكونوا استفدتوا أبنائوا فيسبوك هو المقاول يوتيوب انستغرام المقاول تيك توك المقاول لينكدين عزيز نوفل وكان معكم عزيز نوفل والقناة الترتلي لتغيير وتطوير العقلية